وكأنها كانت نقصة أنه يظهر لها حد جديد يعمل شوشرة على حياتها أكتر من الأخبار اللي بتطريدها كل يوم اتجاوزت مين وسبت مين وحصل إيه وأخدت مين من مين شيرين عبدالوهاب ظهرت ليها من العدم كده بنت سامرة وشعرها مقصوص زي شرين زمان وفيها شبه منها ومن طريق كلامها خرجت في الفيديو وهي ركبة عربية وقالت أختي معها ملايين وأنا بمسح الحمامات مش بتسأل علي ولا بتكلمني ولا كأني أختها دي كانت حكاية عجيبة على الدنيا كلها إنه إزاي شيرين عارفة إن ليها أخت ومش بتسأل عليها هل قلبت عليها زي ما عملت مع أخوها ولا عملت إيه ده بقى بعدما العالم كله عارف إن شيرين عندها أخت وحيدة هي اللي كانت بتقعد مع أولادها في الفترة اللي كانت بتتعالج فيها ظهرت معاه في فرحة حاجات كتير وكله بدأ يسأل مين دي هل هي أختها من أمها بس زي ما قالت ولا إيه حكايتها بس الناس ما لحقتش تفكر كتير وفجأة نفس البنت خرجت وقالت إنها كانت بتهزر وهي مش أخت شيرين عند الوهاب ولا حاجة وإن الموضوع كله تهريك في تهريك ده طبعا حصل بعدما أخو شيرين طلع هدد البنت وفضحها ورجع ووقف جنب أخته من تاني بشكل مفاجئ وده ما كانش حد متوقع إنه هيحصل أبدا خرج وقال دي بلاوة بتتحدف علينا وإحنا ما نعرفهاش وما لحلقناش نخلص من لوسي ابنة انتفاكيها طبعا كان قصدو على حسام حبيب علشان تجلنا توتي والناس بتتبلع علينا ولا نعرف مين دي ولا جاي منين ولا لينا أي علاقة بيها في ناس بقى فكرت تفكير تاني خالص إنه بعد انفصل شيرين عن جزء حسام حبيب حاولت ناس تستطف في المية العكرة وتشوشر عليها وتطلع منها بمصلحة ما هو طلع عليها إشعة يهمة وأول ما بدأت تقف على رجلها تاني كانوا عاوزين يخلوا حواليها مشاكل وحاجات غليبة تلخمها إنها تقدر تقوم من تاني طبعا قدرت الشبهات حوالي حسام وأهله ما هو ياما هي قالت إنهم عملوا فيها أكيد يعني الانفصل بهدوء ده كان ورا سير وإنه بعد ما فشل إنه يرجع لها تاني بدأ يلخمها إنها متقومش تاني وترجع وتنجح طبعا ده كل اللي حصل بعد موضوع ارتباطها بالدكتور اللي كان خطيب مريهان حسين وإنها خلاص بدأت تنسح حسام وتعيش حياتها من تاني يبقى فعلا هو ممكن يبقى السبب في الشوشرة دي حواليها زي ما مقربين منها قالوا الكلام ده بس اللي حصل بعد كل ده حاجة متوقعة ناس برضو وإنه خرج على شيرين إشعات إنها رجعت لحسام حبيب تاني وإنها ثابت الدكتور تامر بعد ما سبع شنها مريهان حسين ولي كان المفروض هيتجاوزها كمان 8 شهور حاجة كده هتخليك توقف وتقول إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ فين حكيم ينقذنا من اللي بيحصل ده؟ لحد دلوقتي لاشيرين خرجت علاقت على ارتباطها بالدكتور اللي مريهان حسين أكدت بأكتر من طريقة سواء بالتلقيحة أو عن طريق الصحافة وبرضو شيرين وقتها خرجت ببيان رسمي وقالت إنها مش هتسيب حقها ولا حد شهر بيها إنما أخوها اللي يما تقل عليه وعن استغلاله ليها ولي ما كانتش فرحته تتوصف أبدا لما انفصلت عن حسين حبيب وكتب بوست على الفيسبوك شهت خلق لها كلهم على فرحته إنه أخته خلصت من لوسي ابن تنتفكيها وإنها مهما عملت فيه هتفضل أخته تجرسه ولي بيتمنى ليها الخير وما يقدرش يتخلى عنها مهما عملت معلقش ولا حرفة على موضوع ارتبطة بالدكتور أو انفصل عنه أو رجوعها تاني لحسام حبيب بس الأكيد في كل القصص دي إن الناس خلاص ما بقتش عايزة تسمع حاجة عن شيرين عبدالوهاب وبيتمنوا لو إنها ترجع تغنيه بس وما تشاركش حد بحياتها شخصية لا تجوازت ولا تطلقت ولا أي حاجة لإن خلاص الناس بقى عندها حالة زهد من حياتها وتفاصيلها من كتر ما أشفقوا عليها الفطرة اللي فاتت وهي ما سمعتش كلام حد غير دماغة وفي الآخر لبسد